السلام عليكم حبيباتي اشتاري عندكم يا كلباس بخير اتمنى تعودوا كاملة بخير وعلى خير جيدكم وما جيش بيضي خاوي وكان اعتادر على هاد الغيبة الطويلة اللي غيبت عليكم ولكن صراحة ما هي باراتي الظروف ياسر الجمعز المهم اتمنى هاد المرة انني ما تليت من غيب عليكم وتمنحط لكم دائما الوظفات المهم اتطول عليكم الطفيلات نتخطى معكم اليوم كتماشوا معي جيت نشارك معكم هاد الوصفة اللي هي قروس او قروسة او كل واحد شي كي يقولها اا وصفتها اقتصادية اا مقادرها ناجحين مئة في المئة وكتعطيكم واحد اا قروس رطبين خفاف الشاش وغلدكم عندكم غادي سوركم على المقادر كونوا اكيدين المهم الطفيلات ما نطول عليكم اذا قد تعرفوا المقادر معكم غير تابعوا الفيديو اللي بيديو الى اخره المهم هون الطفيلات كيف ماشتوا معايا عندي المقادر اللي هما كاز زيل سنيدة كاز قل الاربع ديل زيت النباتي ثلث بيضات الثالث البيضة الثالثة غا نشدو الطفيلات غلا بيض ديال هالي غاديو في العاجين وصفر غا نخلوه ندهنو به عندي هوا قريصة من الملح وعندي معلقة ونص ديال الخميرة الخبز او الخميرة الحبوب والخميرة المعجونة المهم خميرة الخبز عندي النافع حبة حلاوة عندي معلقة بينهم تقدروا تزيدوا الكمية وتقدروا تستغنوا عنهم الطفيلات اللي ما كيبغوا الحبوب ويعوضوهم بصاشي ديال فاني حتى هيا قطع طرح تلوغو زوين عندي صاشي ديال الخميرة الكيموية ونصف ليتر ديال الحليب دافئ ودقيق طبيعة الحال دقيق على حسب الخالب وهون غادي ندير طفيلات الخميرة دارور كما قطع في الخميرة كتبغيت حتى شوية تخلط تخلوها بترتاح باش تعطي مفعول ديالهم هنا ضفت لها الحليب دافئ ومعلقة ديال الساني دا وغطيتها كيفما كشفتو غطيتو وخليتها واحد شوي باش ندامج تلك خميرة وطلقت خمرت شوية دابت دابت الخميرة باش عطل مفعول ديالها في العجينة سافي هون طفيلات ضفت لها البيض كيفما سبقوا ذكرت لكم غا ندير غا جوج بيضات والبيضة التالت غا نحتافظ بالاصفر دياله غا ندير غا البيض هاو والاصفر غا حتافظ بيه باش ندهن بيها القرص وسبق ما ننسى الطفيلات ما تنسوش ندلو دريك عدلو لي لايك لايك الطفيلات باش تشجعوني وتخلي الفيديو يطلع وشي كومنتر زين كيفكم ولا جربتوها ردو علي في الكومنتر ومرحبا باستفساراتكم كاملين اللي بغت شه السؤال تتسأل عليه مرحبا في الكومنتر ولكنتو اول مرة دوروا لاشين ديالي مرحب جيبكم وسهلا فضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا الجرس بيتسوق دائما الجديد نتمنى انني يكون خفيفة دريف عليكم مهم نكملو دريك الطفيلات المقادير ديال هاد القرص ديالنا هون كيف مشتو معايا بعد ما عدلت داك البيض وخلطو شوي اضفت لوكاس ديال السانيدة تبعوا المراحل راه كل شي موضح لكم في الفيديو راه الفيديو شارح نفسه بنفسه ما تحتاج نشرح لكم هون كيف مشتو معي الطفيلات ضفت الملح وضفت هادوك الزرارع كيف ما سبقا ذكرت لكم اللي بغت تفعل هادوك الزرارع تستغنى عليهم اه تعوضهم بالفاني حتى هو كي يجيزوين في القرص ويقدروا تدروا ملي الفاني مع هاد الزرارع في نفس الوقت يدروا بجوجه المهم هون بعد ما اضفت كيف ما قلت لكم الزرارع هون ضفت الحليب اللي كانت بقي عندي اه الحليب راه قلت لكم في الاول انه خاص يكون داكي صافي هون الطفيلات بديتك نضيف الدقيق بالتدريج لانني يعني السوائل كامل اللي درتهم يعني الدقيق ما خاصتيش نضيره فنو بوحدة كندير شوي ونخلط نضير شوي تنخلط نحصل على القوام اللي باغية تبعوا معي الفيديو غادي تشوفوا القوام اللي خاص مرور يتحصلوا عليه يعني ما تكون لاجينة ما خاصة تكون واقفة بزاف ما خاصة تكون جارية ملي بزاف انه كي اللي كي جاريه كي تعد كي بالكيكة ما اللي كي دي موسيقى اشتركوا في القناة 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 سوف نعود رقم العجينة ونقجها نعدل من هذا القريسات القريسات طفيلات على حسب كل واحد الرغبة دياله يعني اللي بغاء مكبار يكبرهم بغاء مصغيرين يصغر كل واحد القياس اللي بغاء سوف نحطوه في اللاطة حتى نكملوا العجينة ديالنا كامل انا ندرت جوج اللاطات وخاصة وارت معاكم غير واحدة راها خرجت لي 21 بياسة يعني لو كبرتهم اللي را بغاديش خرجت لقمات القياس صغرتهم أموالي كتر من أقل من القياس اللي دار انا را غي خرجهم اللي اكتر يعني انا ندرتهم موايا ما مكبارات ما مصغرات كيف ماشتوا معي الطفيلات من بعد ما درتهم غريسات غطيتهم عودت تاني بسلوفان وبالمنطة وخليتهم يخمروا هنا المرحلة التانية ديال الاختمار من بعد ما خمروا الطفيلات خرجتهم درت البيض معا شوية القهوة ودهنتهم به هذي رعباينة ومعروفة ورشيتهم بالزنجلان را اقول شي كيتوفو في الفيديو قدامكم من بعد ما رشيتهم ودخلتهم الفران يعني خمروا جزو مرات المره اللولة فاشكنوا في العجانة وخرجوا منهم من الهواء ودرتهم قجيتهم ودرتهم في اللاطة أو غطيتهم والمرة التانية من بعد ما درتهم في اللاطة غطيتهم وخليتهم فيها المره من بعد ما دهنتهم المره من بعد ما دهنتهم صافي دابا هذي المره فاشكنوا دهنوهم درن الزنجلان ديرك شكنوا دخلوا مي طيبو هذي المره اللحسيمة على جوز مراحل مزيان كيخلي الجيل غروسكي كيجو خفاف هون طفيلات كيف ماشتهم بعد ما طعبوا وها الشكل النهائي ديالهم راه تيجو رطبين الطفيلات مفيش فشين صدقوني يا راه ما غاديش تستغناء على هاد المقادر وهالطريقة إلي جربتوها غاتوا اللي معتمدة عندكم واللي ضاقها غايقلكم اعطوني المقادر والأهم من ذلك الطفيلات راه ماشي المقادر المقادر راه ما عندي وماشي شي حاجة مختلفة مقادر عادي الأهم من ذلك الطريقة الطريقة هي المهمة الطفيلات أما المقادر تقدر تستغناء على أي عنصر مثلا الحليب انا مكاش متوفر هتستغناء عليه الدر بلاستو غال المق البيض تقدرات مكسي بايضة الدر غير بايضة ونص لان اوحر تستغناء على شي عنصر ماشي مشكلة ولكن الطريقة هي الأساس كيف ماشت الطفيلة كيفاش كيجو فشين رطبين هديرها بزال سخونة يعني يلا خرج مفرانانا شو الكون شتي اللي خرجتلي يلا الطفيلات أتمنى تكون نالت إعجابكم واتنسوش تخلوا لي كومنتر ولايك وتبارتجوا مع الأصدقاء ديكم يلا دمتم في رعاة الله وحبه ترجمة نانسي قنقر